يكون حوار مثمر يكون حتى لو فيه اختلاف نختلف من أجل الوطن لا على الوطن كما كانت تقول المستشارة الراحلة هاني الجبالي هتكلم على بعض الاحتقانات التي استنعت في المجتمع في الآوينة الأخيرة وهل هي مقصودة وإيه القصد منها هنتكلم عن مقال مهم جدا لضيفي العزيزة الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد الجمال كل سنة وحق طيب وحضرتك طيب وأفسحة وكمام وكل مصر بخير أنا بشكرك على أنك بتلبي دعوتنا بجد ربنا بارك فيك لأن الناس بتستمتع بلقاعتك دايما أنتوا عزيزين عليها وكل سنة أنتوا طيبين جميعا كل سنة وحق طيبين وشعب مصر كله بخير نبدأ بالحوار السياسي الشامل الذي دعا إليه سيادة الرئيس يعني لماذا الدعوة وكيف يكون الحوار في وجهة نظر حضرتك بداية أنا في ظني أن الحوار لما ينقطع نعم والحوار لأنه الناس بدائما بتنشغل بقضيتين السياسة والدين في حاجات تانية في الوطن غير السياسة والدين حاجات مهمة جدا الحوار لما ينقطع مش شرط يبقى بين أطراف إنما بين صنع القرار ومتخذ القرار والمنتجين وبين الوطن يعني البنية الأساسية اللي تمت في كل المجالات وبشكل فعلا الواحد يفتخر بيه مزهل ومزهل ده جزء من الحوار الوطني صح والحوار هدفه في الآخر تشخيص وتحديد احتياجات المجتمع والبشر وسلم أولوياتها والوضع رشد والاستجابة لها صح استجابة علمية وعملية دقيقة هي ده أي حوار في الدنيا لازم يتمخذ عن كذلك مزبوط ففيه في الوطن استجابات تمت منذ عداث يناير 2011 وبعدها ثورة يونيو 2013 كان بيتبقى بعض الجوانب اللي كان مفروض تضغطها نحن نعاني في مصر من ضعف الثقافة المجتمعية وضعف القوة النعمة المصرية بمعنى؟ بمعنى عندنا مشكلة في التعليم عندنا مشكلة في الفن عندنا مشكلة في الثقافة عندنا مشكلة في التأثير في محيطنا كما كنا نؤثر فيه في فترات سابقة عندنا مشكلة في الخطاب الدعوي الدعوي في المسجد وفي الكنيسة أيضا ده جزء من ما يسمى بالقوى النعمة المصرية يعني نحتاج إلى نهضة ثقافية نهضة ثقافية وحظتين يعني مش مش شرطي حمارك على أرقى من الستيناء لأنه الاحتياجات تغيرت والزمن تغير والأدوات تغيرت وثورة الصلاة والمعلومات وكل اللي احنا عايشين فيه ده ومن هنا تأتي دعوة السيد الرئيس بعد الشكل من أشكال الانفراجة السياسية الانفراجة عن الناس كانوا محبوسين نعم انا رأي انه مفيش مصر اعتقالات انما هو حبس بأوامر والنيابة جهات التحقيق بتحبس والجهات التنفيذية بتنفذ حصل الانفراجة في هذا الموضوع والناس مبسوطة كويسة وان شاء الله تستكمل هذه المسيرة طيب هناك من يذهب الى انه في تجريف سياسي مفيش أحزاب في مصر وبعض رجال الأحزاب والقوة السياسية زي الليبراليين اللي بمثلهم الوفد وآخرين واليسار اللي فيه أحزاب اشتراكية وأحزاب نصرية وأحزاب قومية وفيه أحزاب وطنية وفيه احنا عديني جمية حزب نعم الانتجاهات الرئاسية اللي فيها لو قلنا الليبرالي واليساري الاشتراكي واليساري النصري الى آخره بيقولوا انه مفيش حياسية سياسية واننحن مش متمكنين من ان احنا نمارس الحياسية السياسية طب تفضل. نتحاول. انتم عايزين ايه بالزبط. لانه في ظني الحياة السياسية او العمل السياسي بحتاجش اذن. اللي عايز يشتغل بيشتغل. وعلى سبيل المثال. وبقولها بألم شديد. الاخوان المتأسلمين او الارهابيين كانوا بيشتغلوا عمل سياسي من بوابة العمل الاجتماعي. صحيح. من بوابة العمل الاجتماعي. اه. اشتغلوا عمل سياسي. وهم جماعة محزورة اه مؤثمة قانونا. اه. وقدروا يوصلوا في فترة من فترات ما عنده تمانية وتمانين عضو في في البرلمان. صحيح. ما كانوش محتاجين سك بال بالعمل. انما البوابات كتيرة جدا للحضور بين جموع الناس وتجمعاتهم الشعبية وفي القرى وفي المدر الصغيرة وفي الاطراف. في مليون وسيلة للعمل. والحقيقة من قبل صورة 2011 يعني يا احمد بيه. يعني فكرة الاحزاب الكارتونية اللي كنا بنطلق عليها دي. لا ما كانش ليهم عمل على ارض الوقت. يعني ما فيش يعني. وبالتالي وبالتالي الحوار الحوار المطروح. هو خلي خلي الناس تتكلم. نعم. وتقول هي عايزة ايه. وما هي الاماد او الافاق اللي عايزين نوصل لها. لو حبينا نضيف يعني على على الشعر بيت يعني. يعني اقتراح حضرتك لهذه الاحزاب. يعني يكون اجندة الحوار ايه. يعني يعني الحوار السياسة السياسة كان فيه كلمة مشهورة لامام محمد عبدو بعد الثورة الاربية واخفاقة وكده. نعم. قال لعن الله ساسة واسوسة وما اشتق منهم. اتمنى ان لا يتحول الحوار الى لغليغة بن قسيني يعني بالمعنى العامي لغليغة كلام. اننا نسل غاويين كلام زي حالتي كده وبيستطيعوا يجيدوا الرطانات كلها ويتكلموا في حق الانسان وحق التعبير وحق الاعتقاد وحق الكتابة وحق الاضراب وحق التنظيم والاخره. كل ده على راسي مفوق. اعم. انما الامة في هذه اللحظة التاريخية الممتدة من معقد فات ولا عقدين وممتدة في المستقبل. عندها جوانب لابد ان تكون على رأس اجندة الحوار. تمام. عندنا الابعاد الحضارية والثقافية لمصر. اعم. عندنا قضية التعليم والثقافة دول لازم يكونوا على رأس اجندة الحوار. اعم. اللي عايز يتكلم عن حق التعبير وحق الاعتقاد وحق الاضراب وحق التنظيم وحق كل الحقوق دي. يكلمني عن حق التعليم الجيد وعن حق الابداع الجيد وعن حق الاعلام الجيد. اعم. كل ده المفروض يبقى على رأس اجندة اي حوار وطني مقبل. نعم. ولا بد لمن يدخل الحوار اللي يكتفي بمهارة التشخيص. اعم. يعني يقعد كده وكلنا شبرعين والحمد لله ده كثرة كلنا في التشخيص. يعني نقول الفن هابط والمهرجانات وحبو بيكة وشك بيكة. يعني منشتات عريضة. صحيح. لابد انه فيه تصور لدى بن قسين اهل كل كار. اعم. كار الادباء كار الشعراء كار الروائيين كار الفنانين كار المخرجين كار الازعيين والاعلاميين. كل كل دول عندهم تصور لما يريدونه في الفترة المقبلة. يعني ملفات الوطن دلوقتي مطلوب انها ترفع الى سيادة الرئيس برؤية. برؤية طبعا. طبعا. والاقتصاد كمان. وبيبقى حوار بين رؤى وطول الاقتصاد. طبعا. بس الاقتصاد خارج اطار اه جنرالات المقاهي. يعني كان فيه فترة كده زي دلوقتي الحرب الاوكرانية. كله بيفتي فيه الاسلحة النووية والتكتيكية والبتاع كله كله خبر. برضه فيه في الفترة الحالية فيه احتقان اقتصادي ومجتمعي. نعم. نتيجة الغلو الاسعار نتيجة لزيادة الاحتياجات نتيجة لعوامل كتيرة جدا. مرتبطة بما يجري في الاقليم وفي العالم. العالم كله بيمر بمر موضوع ده. مزبوط. وعليه ايضا لا ينبغي ان يتصدى لهذه المشاكل الا المتخصصين فيها. مم. نكف شوية عن انه 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 اللي بيفهم في كل حاجة ده بيخسر كل حاجة. كنت لسه هاسأل لحضرتك يعني نحن في حاجة الى اهل ثقة ام اهل خبرة في هذه المحاكل. الموضوع ما فيش يعني ما يعني ما يعني ما ده ده سؤال متروح عبر حقب طويل. صحيح. انما انما اللي عايز اقوله ايه? اصبحت الثقة والخبرة مش كفاية. مم. مش كفاية. يعني يعني الثقة بمعنى ايه? يعني الثقة بمعنى انه مسلا اه انا كصنع قرار او متخص قرار كوزير ولا رئيس ولا اخير واجيب حبايب يعني دول الثقة. ما اصبحتش الثقة كده. اه. الثقة في من يعطيني النصيحة والخطة التي لا تجعلني اخيب قدام الجمهور. يبقى كأن الاتنين لوحد. اه طبعا. اهل الخبرة هم اهل. ما فيش تمييز بها دلوقتي. صحيح. خلصت القصة. خلصت قصة انه حبايب اجيبهم. وغبل الموجودين. حتى هم مش فهمين. اه. وبرشاءهم في كل حتة عشان انا محيط بحبتها. دول دول سابت انهم بيودوا الدنيا في داهية. صحيح. وبالتالي اصبح كل ما لديه خبرة وعلم يبقى اهل ثقة. اه. لان الثقة ليست في الشخص. ولكن الثقة في وعي الشخص. وما لديه من علم. وما لديه من خبرات. وما لديه من تقنيات. هو ده الموضوع. غالبا في مثل هذه الحوارات سيد احمد. يعني بنخرج زي ما دخلنا. يعني. وده التخوف يمكن اللي حضرتك طرحته من شوية. انه تبقى فيه صفصتة كلامية فقط. وافكار تطرح. ومنشتات عريضة. فحضرتك يعني حتى يكون حوار مفاعل. ويرفع الى سيادة الرئيس. لينظر فيه بشكل جد جدا. وموضوعية. وفيه خطة عمل. يعني ازاي المخرج ده يبقى شكل جده. المخرج ده يبقى فيه لجانة حضورية للحوار. نعم. من كل الاطراف. ونتعلم. نتعلم من بعض الناس في المنطقة. وعلى رأسوهم الدولة العبرية او الدولة الصهيونية. مم. تعال نتفق. على. امن مصر. الوطني. مم. تعال نتفق على دور مصر. في اقليمها في العالم. تعال نتفق على قوة مصر. مم. وقوتها مستمدة من تمسكها. وتمسكها مستمد من توازنها. وتوازنها مستمد من تحقيق الامن والعدل. في داخلها. الله عليك. يعني نبني على الوضع الحالي. الوضع الحالي. وعلى. وعلى هذه المرتكزات. وعلى هذه المرتكزات. وبعدين نتفاصل في الباقي. آه تمام. ما نتفاصلش في امن مصر. والعدل فيها. مم. ابتداء من العدل في توزيع مياه النيل. مم. والعدل في الثروات. والعدل في بكل بكل معاييره وبتاعه. وعلى امن مصر. مم. الجنائي والسياسي والاقتصادي والآخره. وتمسكها وتوازنها. وقوتها ودورها. ودور قواتها المسلحة. ما دون زلك بقى تعالى نتناقش فيه. وفق خطط. صحيح. ونحتكم الى الشعب. اذا حضرتك. يعني بتفسر كلمة شامل. التي اطلقها سيادة الرئيس. بان يكون هناك ملفات متخصصة. في الاعلام. في السياسة. في القوى النعمة. في الدراما. يعني ايا كانت. في كل حاجة. كل حاجة. وتبقى مدروسة. وتبقى مدروسة. وتبقى مدروسة. وتبقى مدروسة بشكل جيد. ونخشبت. انا عشت حالتين حوار. نعم. الحالة الاولى في الستينات. مؤتمر القوى الشعبية. اللي عملت المساق. العمل الوطني. واحد ستين واثنين وستين. مم. وكان حوار ساخن جدا. وواسع جدا. وفي اه شكل من اشكال الديالوج العالي جدا. بين الشيخ الغزالي. وصلح الشهين. وكل الناس. مم. وبنت الشاطي. وعلى التطبيق الاشتراكي. وعلى الى اخره. وعشت. ده دي كنت اه شاب في مقتبل شبابي يعني. وما زل. ستاشر. لا لا مش او كده. ستاشر سبعتاشر سنة. نعم. عشت بقى مشاركا في الحوار الذي تم سنة ستة وسبعين. فيما سماه الرئيس ذات لجنة مستقبل العمل السياسي. مم. اللي كان برئاسة السيد اه المهندس السيد مرعي. ثم اه 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 برئاسة ايضا الدكتور اه مصطفى خليل عليهما رحمة الله. نعم. وشاركنا في موضوع المنابر والاحزاب والاخيره. وكان قدمنا المنبر الاشتراك الناصري. وكان كمان رفعت الله ارحمه. وهو من اعظم رجال ثورة يوليو. نبدأ. الحوار بتاع اتنين وستين عمل رؤية شاملة لخط التنمية. لرؤية البلد وهويته والاخيره. حوار ستة وسبعين وصل للاحزاب الكرتونية دي. نعم. ما اتقبتش جد. وبالتالي. لا بد ان تكون. اللي عايز اقوله ان شبخ الكلام. شهوة الكلام. اه. وشهوة الظهور. وشهوة الاضواء. وشهوة الاتخاذ المواقف وهمية. اه. ينبغي ان تختفي من هزي المرحلة. سعى ونمكن ذاتنا شوي. اه. وبعدين يحلم. وبعدين اللي اللي جاله هو وقت يا تقاعد زحلاتي كده. ما يطمعش قوي انه يبقى انه يبقى موجود في كل الاوقات وكل الظهور وكل الازمنة. لو هو مش موجود في الحوار ده. يبقى 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 فاشل لها غير صحيح. فيه اجيال جديدة طلعة. وفيه خبراء طلعين. وفيه صورة اتصالات ومعلومات. وفيه معارف انسانية تجددت. تمام. وبالتالي لابد ان يكون لدى البعض ثقافة التقاعد. تمام. يقعد بقى لو عنده شوية زرع زرحة. عنده احفاد يشوفها. عنده كتابة يكتبها. عنده كلام في برنامج زي يقولوا. انها مش شرط ان هو يبقى فاعل وموجود في كل حاجة. صحيح. يعني شهوة الأدواء تختار. تم الاستعانة به. طيب ننقل محور تاني وهو بعض الاحتقانات المصطنعة التي ظهرت مؤخرا في كافة المجالات. مواجهتها ممكن تبقى ازاي. مواجهتها يعني زي ما قلنا. حضرتك برضو يعني تقول لنا ايه هي. يعني مسلا على سبيل المسال احنا شفنا اه احتقان طائفي مسلا مجددا من حادسة كورنيشة اسكندرية. مم. للأستاذ اللي ضرب الست على وشاه كده سيدالي مش عاجبها واحدة اللابسة من السكم. مم. اه للست اللي قالعت الشبش بو ضربت واحدة في المترو. مم. وكل دول بيدعوا انهم القيمين على دين الاسلام. مم. وهذا كلام لهم الدين ولاهم العرف ولاهم الشريعة ولاهم العقيدة ولا من العبادات. نعم. ولاهم العبادات. البلد فيها القانون وفيها دستور. مم. وفيها دستور. والشيء الذي لا يؤثمه القانون مش من حق اي حد يطبق ما يعتقد انه صح على بيت خلق الله. مم. ازاي تضرب واحدة ست اه لابسة نسكم يعني. بأمرت ايه يعني. ولزلك انا برفض من على هذا المنبر المحترم. برفض حكاية التابوس الليحة دي. مم. انه يجي يجي شوية ناس كده. مجالس العرفية. يعني. ده كلام مش مزوط. لابد ان يسر القانون. هل مقصودة يعني. انا اظن انها مقصودة. انا مقصودة لانه ما تنساش انه مسلسل الاختيار. اه. ومسلسل التاني اللي هو. العائدون. العائدون. وبطلوع الروح. وبطلوع الروح ده. كشفوا عرّة. مم. كل اه اتجاهات تجار الدين. تجار الدين. نعم. ونحن على الناحيتين. نعتقد في الله سبحانه وتعالى. ونعبده بشريعة الانجيل. او نعبده بشريعة الخرآن. نعم. ولا احد يزايد على احد تاني. مم. يعني. 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 انا كاتب بعد بكرة. على مشهد. كم طريفه والاخير. تقول لك. الاية مية وتلاتاشر من سورة اهل عمران. تقول ما نصه. وارجو الله اخطئ. ليسوا سواء من اهل الكتاب امة قائمة يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون. يأمرون بالمعروف يانهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. واولئك من الصالحين. وفي اكتر من كده وضوح. الاية بتاع سورة الحق. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوسة والذين هاشرقوا. اولئك يفسولوا الله هم بيروك مش ملكش دعا. ده ربنا حافظوا تبونه من وحام. صحيح. ده نصوص صريحة في القرآن الكريم. مم. في اهل عمران وفي الحق. فيه تسامح اكتر من كده. اه فما فيش يعني. كيف لأحد ان ينصب من نفسه. مم. وصيا على خلق الله. وكأنه اخذ توكيل من الله يعني. لانه اللي ضربها على وشاعة عشان لابسة نص الكم. ممكن يجي له واحد بداء ولابس جلابية. يقول له البنطلون انت اللي نفسه ده بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والبنطلون ده محدد عورتك من قدامه ومن وره. اقل على البنطلون. ولبس جلابية. طب هيعمل ايه بقى? ويروح دربه بالقلم. مش مش ممكن. نعم. هذه الاحتقانات التي تتم على صعيد ما كنا قد تخلصنا منه. صحيح. وهو التمييز الطائفي والتمييز العنصري على اساس الطايفة او الدين او الملة. مم. عادة بواجهه الكالح من جديد. لانه البلد ماشية في طريق. وبتشوق. والحمد لله. وطلع لقدام. والامور مستقرة. احنا لا سوريا ولا احنا ليبيا ولا احنا اليمن ولا احنا السودان. صحيح. صعبان عليهم انه ما فيه شوية استقرار. وما فيهش عمفة في الشارع. والامور ماشية. فبيضربوا يعني. اه. يعني حتى في العشان يتقالن. نعم. احتقان احتقانات الاقتصادية. اه. فيه اه. فيه طبعا فيه معاناة. مم. في معاناة. في التعليم في الصحة في الاكل في الشرب في المجمعات والاخير. ولكن هناك جهود. مم. مستمرة بتبزل. صحيح. المفروض بقى يبقى فيه كلام عن توجيه النمط الاستهلاكي. اه. يعني يعني. ترشيد. اه توجيه النمط الاستهلاك. صح. يعني انا شفت سافرت كتير. مم. ما حدش بشتري بكل كيلو والوئة غير مصر. اه. هو بيخش يشوف كم نفر حاكله النهاردة. تلاتة. يبقى طماطماية وخيارتين يعملوا صنطة. اه. مش كيلو طماطما يبقلو خيار. اه. لانه اللي بيترمي في الزبالة في مصر. بعد وجبة الافطار مسلا. كتير. وانا بيوتنا مفتوحة عارفين يعني. بكتير. اه. اللي بيخش في الكروش والارداف. ويتخزن. ويدر الصحة. كتير قوي برضو. صحيح. انا بقولش ان انا الناس بتتبطر ولا الناس اه عايشة في نعمة. لا بقول انه 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 حتى الدين. اه. كان يفطر على الاسودين. الماء والتمر. اه. ولا يوقدوا في بيته نار لمدة كزا. طبعا طبعا في ناس بتستفز المصريين. نعم. يعني لو واحد يجيب عشاء من من مطعم في باريس. اه. ولا يعمل حفلة في السحل الشمالي. تتكلف مئات الالوف. ولا ابنه يدمر كل يوم عربية بنصف مليون. اه. ما ده سفزاز لبجموع المصريين. فانا بقول على الذين من الله عليهم بالاموال ان يحفزوها ولا يستفزوا بقية الكتلة الاجتماعية. صحيح. وعلى بقية الكتلة الاجتماعية ان تنظر فيما تفعل. اه. عشان نبقى وطن بلغ الرجد. اه. بلغ الرجد. واجهة الوقت يعني انت مش بتطلب منه فيه وقت آآ. اه خطأ. ده هو ده الوقت صحيح. احتقان وبيحاول يغزوه. والخلايا النايمة بتغزيه. طبعا. خدتب لك. وبيتطلع بقاء الافهات والنكت والالفيس بوك. ويتهنئ الاقباط ا اعباط من انا بهنع مصر كلها لمواصر. بتهنئ مصر كلها صحيح. وانت كتبت حتى ده في المقال. آآ. عن يهوزة الاسخريوتي. التلميذ الذي خان السيد المسيح بقبلة وقلت لا بد أن نبحث عن يهوزة الإسخريوتي في المجتمع وفي أنفسنا أحب أن أنا أقف مع حضرتك على بعض المجالات اللي أنت قلت عايزين نعم يعني شوف في التعليم وقلت عايزين نشوفه في الفساد وفي الصحة يعني شوف هو يهوزة في الوقع الأصلية خان العيش والملح لأنه كانوا بيأكلوا مع بعض وأكل مع السيد لهم مجد كتير وخان التبعية الدعوية يعني هو من الاثناشر تلميذ مظبوط وده برضو مكانها سامية ورفيع جدا نمر الثلاثة حقر النفس الإنسانية يعني دي خيانة بحد ذاتها أن أنا لما تأمر على نفسي وتحول من مفوط قديس يتلقى من السيد لهم مجد مباشرة ويجالس مع القديسين وأتحول الخيانة أنا خنت النفس الإنسانية التكوين الإنساني هذا نموذج السيد المسيح نفسه قال أنه اللي هيخني ده كان أولى به لو لم تلده أمه آه يعني يعني فهو اتفق مع الرومان وبقى عزم اليهود برضه يعني دور هتلاقي الصعينا من البدري طبعا آه اللي حبوسه كده فالسيد لون مجد قال يدهم من هذه الآيات سوف تسليمنا فكلهم قالوا هو أنا فقالهم لا وبعدين قبلوا طيب الواقعة ما انتهتش الواقعة استمرت لأنه في كل مرحلة هناك يهوزة الذي يخون نفسه ويخونه أسرته ويخونه معلمه ومجتمعه ويخونه دينه ويخونه مجتمعه سواء بقى في التعليم في الصحة أنا على سبيل المثال اللي بيعمل دواء ويغش في المادة الفعالة في الدواء فانت تروح لك زي كانت تشتري يقول لك عايزه مصري ولا مستورد فتقول له هو ايه الفري ويقول لك لا أصل مستورد المادة الفعالة تمام تمام شوية طب طب اليهوزة بقى اللي خان الأمة في المادة الفعالة في مصنع الدواء ده مي اللي حيدور عليه يهوزة اللي ما بيديش العيال حقهم في حصة الدراسة واللي مش حييجي المجموعة أو حييجي ياخد درس في السنتر حيسقط ومش حينجح ما هو ده يهوزة صحيح يهوزة اللي ما ترعى تتبطن ويتصرف عليها دم قلب الوطن عشان نحفز على المية اللي نقطة المية بقت أغلى من نقطة البنزين والحبشة بتتحكم فينا فيجي يكسر الأسفلت أو الأسمنت أو يردمها بالزبالة ده يهوزة من نوع آخر مصبوط يهوزة اللي بيرمي القمامة في غير مكانها سواء على بسة السلم ولو حد يكلمه ما بيدفعش تراك العمارة ولا وعايز بلتجي وما بيشلش القمامة فبقت مرتع للقطة وللفران والإبراس والأخير وهذا نوع من أنواع يهوزة وبالتالي الدرس المستمد من يهوزة القديم الذي كان مع السيد المسيح له المجد هو أن نبحث عن يهوزة الموجود في المجتمع ونطارده ونحاكمه قبل أن يتم صلب المجتمع كله صحيح حلو التشبيه ده أستاذ أحمد يعني يعني خليني في آخر دقيقة أو نص كده لأن الحديث ممتع ده بسرعة جدا عد بسرعة شديدة ده ده عدنا مرة عد البرنامج خمس مرات لكن يعني بعد كل هذه المحاور أنا محتاج أنك توجه رسائل إلى هذه القوى السياسية الاقتصادية الخاصة بالقوى النعمة الإعلامية أيّا كانت اللي دخل هذا الحوار الشامل وتقول لهم يعني خارطة طريق لهذا الحوار علشان نستفيد يعني كلامنا تتضمن هذا الموضوع طبعا ما فيش عمل جيد يتم بدون تحضير نعم والتحضير لابد أن يكون بمنهج علمي وأدوات علمية ما فيش جراح بيخش الثياتر الجراحة مسرح الجراحة من غير ما يكون عارف لو حنبطر في المجتمع لو حنبطر الحتة دي يبقى البتر بطريقة علمية لو أننا حنضيف الإضافة بطريقة علمية ثم لابد من أن نبني على ما تم إنجازه لقد تم إنجاز الكثير في البنية التحتية المصرية وتخلفت ما يسمى البنية الفوقية أو القوى النعمة كيف نستطيع أن نخلق مصارا يجعل القوى الناعمة ويجعل بنية العقل والتفكير والفن والأدب والثقافة مواكبة لبنى الجسور والطرق والمزارع والمصانع إلى أخر هذا الموضوع أنا الأوان أن تكون عصمتنا في أيدينا وليست في أيدي من يقرضوننا الأموال كاتب الصحفي الجميل أستاذ أحمد الجميل أشكرك شكرا جزيلا كل عام وحضرك بخير مرة تانية يعني ما فيش حاجة تتقال بعد اللي قاله الأستاذ أحمد يعني علينا أن نطارد كل يهوزة في هذا المجتمع بالفعل يخون مجتمعه علينا أن نتحد كقوة إعلامية وسياسية واقتصادية وخلافه في كافة المجالات في هذه المرحلة طالما طلب مننا أن ندخل في هذا الحوار هو ده اللي بيعمل هذا الحراك السياسي الاجتماعي اللي احنا محتاجينه في هذه المرحلة وإن شاء الله يؤتي بثماره كل عام وأنتم بخير أحفظ رب بلادي وشعب بلادي وإلى الله